مرحبا يعطيكم العافية رح نشرح بهذا الفيديو عن حساب التبخر والنتح او ما يسمى بالإفابوترانسبيريشن بالبداية لازم نفرق بين تعريف الإفابوريشن والترانسبيريشن ومبدئيا الفرق البسيط بين الإفابوريشن والترانسبيريشن هو ان التبخر يكون من المسطحات المائية ويعني تحول الماء من الحالة السائلة الى الحالة الغازية والان الترانسبيريشن او النتح يكون عبارة عن خروج الماء من الأجزاء الداخلية للنباتات عبر الثغور بالحالة الغازية وبالتالي هذا يسمى ترانسبيريشن او النتح فاللي بيكون من النباتات هو النتح اما اللي بيكون من المسطحات المائية فهو التبخر اما كمصطلح إفابوترانسبيريشن فهو يشمل التبخر من المسطحات المائية زائد من الأجزاء الداخلية للنباتات او من الغطاء النباتي طبعا يوجد طرق مختلفة لحساب الإفابوريشن وتقسم هذه الطرق إلى طرق عملية وطرق رياضية تتضمن الحسابات أو المعادلات نقسم هذه الطرق للقياس أو حساب إلى طرق ومثال عليها الآن ونأخذ الآن أو الطرق العملية من المثال أو الأمثلة على الطرق طريقة أو الموازنة المائية أو طريقة النوموغراف هاي كلها طرق امبريكال أو رياضية حسابية بينما الطرق البراكتيكال العملية فهي تشمل البان افابوريشن أحواض التبخر وتشمل أيضا اللايزيميتر اللي هو جهاز قياس التبخر نتح من النباتات نبدأ بأول طريقة امبريكال وهي طريقة الووتر بجت ولاحظوا هاي معادلة الووتر بجت بإمكاني أحط الافابو تراينسبايريشن موضع القانون ويساوي قيمة المطر أو الهطول بريسبيتيشن ماينس قيمة الرن أوف أو الجريان السطحي ماينس انفلتريشن أو عملية الرشح وبالتالي الآن إذا عرفت هذول الثلاث معطيات بإمكاني أعرف قيمة الافابو تراينسبايريشن مثال عليه بسيط إذا كان البرسبيتيشن 10 سنتيمتر بير أور والرن أوف 5 سنتيمتر بير أور والانفلتريشن 3 سنتيمتر بير أور فالحساب والتعويض المباشر لعملية الافابو تراينسبايريشن ويساوي العشرة ناقص الخمسة ناقص الثلاث ويساوي 2 سنتيمتر بير أور بإمكاني أستعمل طريقة الواتر بوجت أو الموازنة المائية في حال كنت بعرف في البرسبيتيشن والرن أوف والانفلتريشن وفقط مجهول عندي الافابو تراينسبايريشن للحووض المائي ننتقل للطريقة رقم اثنين اللي بتحكي عن النوموغراف والنوموغراف عبارة عن كيرف أو منحنة أو مجموعة منحنيات بنفس المنحنة وهذه المنحنيات بتساعدك بحساب الافابو ريشن عشان تحسب التبخر باستعمال طريقة النوموغراف أنت بحاجة لمعرفة الويندي سبيد سرعة الرياح في منطقة الدراسة بحاجة لمعرفة التمبرتشر درجة الحرارة بحاجة لمعرفة الديو بوينت تنبرتشر أو درجة الندى طبعا درجة الحرارة نقطة رقم اثنين يقصد فيها درجة حرارة الهواء الـ Air Temperature ونقطة رقم ثلاث يقصد فيها درجة الندى أو الديو بوينت تنبرتشر وأنت بحاجة لمعرفة معدل الأشعاع الشمسي أو ما يسمى بـ Solar Radiation تمام؟ لاحظوا الآن هذا الكيرف اللي يسمونه نوموغراف ولاحظوا عندي هون إذا كانت التنبرتشر 75 فارنهايت Solar Radiation 500 لانجلي وديو بوينت تنبرتشر 50 فارنهايت الويند سبيد 200 ميل لكل يوم مطلوب منك حساب الإفابوريشن باستعمال النوموغراف نبدأ بتحديد اللي هو الـ Air Temperature على محور الـ Y Axis بالصورة أمامكم الآن ونحط تيك أو إشارة زي ما شايفين هون عند الـ 75 اللي هي فارنهايت تمام؟ الآن نرسم خط مستقيم عند الـ 75 فارنهايت ونقاطعه مع قيمة Solar Radiation اللي هي الحزمة الأولى من اللي هو الكيرف أو مجموعة الأولى من الكيرف اللي يتمثل Solar Radiation لاحظوا أنه هون قمت بتوصيل خط مستقيم بين درجة الحرارة 75 مع 500 اللي هي قيمة الإشعاع الشمسي فأول مجموعة من الكيرفات عزاوي اليسار من الأعلى هي Solar Radiation تمام؟ فأنا عملت تقاطع مع Solar Radiation عند الـ 500 وثبتت السهم هون بمد السهم على استقامته وبعمل تقاطع مع قيمة Daily Dewpoint Temperature درجة الندى وهي 50 عملت تقاطع مع خط 50 إذا أنتو شايفين هنا وبالتالي الآن حددت Daily Dewpoint Temperature الآن سأذهب إلى الأسفل باتجاه سرعة الرياح وسأجعله تقاطع الخط مع 200 سرعة الرياح 200 مائل بر دي إذن سأضع نقطة أو تيك عند 200 مائل بر دي الآن سأذهب باتجاه اليسار وهو هاي آخر مجموعة من الكيرفات اللي بتمثلي Lake Evaporation بالإنش أو أجزاء المائة من الإنش بر دي وبالتالي الآن بعمل عملية تنزيل للسهم من عند التقاطع الأول بهاي النقطة بنزل السهم على استقامته وبتقاطع السهمين في هاي المنطقة هون وهيك الآن بيدلك على كمية الـ Evaporation الموجود في المنطقة بوحدة أجزاء من المائة بالإنش بر دي وهذا المثال الجواب بيطلع معي 26 إنش بر دي 26 بالمية عفوا 1.26 إنش بر دي فلاحظوا عشان أحسب باستعمال النوموغراف يجب أني أعرف Air Temperature Dewpoint Temperature Wind Speed وSolar Radiation تمام ويتم التعويض مباشرة على المنحنة وحساب قيمة الإفابوريشن بوحدة إنش بر دي الآن من الطرق العملية لحساب الإفابوريشن أحواض التبخر أحواض التبخر كما ترونها أمامكم بالصورة الآن حوض التبخر عبارة عن حوض معدني بقطر 110 سنتيمتر وارتفاع يتداوح بين 25 إلى 30 سنتيمتر يوضع في منطقة الدراسة في منطقة مكشوفة بعيدا عن الظل أو الأشجار أو المباني يوضع أسفله قاعدة خشبية أو إسمنتية بحيث أنه ما يتأثر بحرارة الأرض الموجود فيها ويتم تغطيته بشبك زي ما شايفين الآن لتجنب دخول الأوساخ أو الحيوانات ووصولها إلى هذا الحوض وشرب الماء منه ويتم الآن وضع سنسور لقياس منسوب التبخر إذا كانت هذا الحوض أوتوماتيكي أو وضع مقياس أو مصطرة أو إذا كان الحوض مانيوالي أو يتم القياس فيه يدويا وأحيانا يمكن أن يكون بجنب الحوض فيه جهاز لقياس سرعة الرياح الذي هو بالشاشة أمامكم الآن الذي يسمى بالأنيموميتر تمام هاي سكتش بسيط للحوض حكينا الديميتر 110 سنتيمتر والهيط تقريبا 30 سنتيمتر وهون بيكون عندي القاعدة الخشبية أو الإسمنتية بحيث يتم القياس نعبي فيه مي بمنسوب معين لهذا البان تمام عسب المثال 20 سنتيمتر وبعد 24 ساعة بنرجع للبان رح لنجد منسوب المي قل تمام فأنا بقيس قديش اللي هو الانخفاض أو النقصان في منسوب المياه في هذا البان سواء كان يدوي باستعمال المصطرة فأنا بقيس قديش مقدار النقصان ومقدار النقصان اللي صار من البان هنا يمثل كمية التبخر اللي حصلت عندي فيه عندنا مجموعة من المعادلات أمامنا الآن تظهر وهذه المعادلات تستعمل في حسابات البان ممكن أحسب البان سيرفيس اريا أو مساحة سطحية للبان تُعطى بمعادلة الدائرة كونه دائري وهي باي آر تربية بينما حجم الماء داخل البان فيساوي الووتر ديبث عمق الماء الموجود فيه بالسنتيمتر مثلا أو بالمتر مضروبا في البان اريا بالمتر مربع الإفابوريشن فرم بان قيمة التبخر من الحوض هذا التبخر ويساوي ديبث انيشيال قيمة العمق الابتدائي للماء ناقص ديبث فاينل العمق النهائي للماء أو بعد مرور 24 ساعة مقسوما على الفترة الزمنية اللي هي 24 ساعة أو 1 دي لالتبخر تمام فحكينا على سبيل المثال لو كانت الدبث انيشيال 20 وجيت ثاني يوم لقيت فيه 15 سنتيمتر إذن الإجابة بتحكي 20 ناقص 15 على 1 دي فالجواب 5 سنتيمتر بير دي الاكتشوال افابوريشن يمثل التبخر الحقيقي الآن ننتبه أنه هذا البان افابوريشن مصنوع من المعدن وهذا المعدن يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة مع تعرضه للشمس إذن هو بيزيد من معدل التبخر بسبب أنه بيخزن حرارة زيادة تمام فالقيمة اللي قمت بحسابها بالمعادلة رقم 3 هون هاي القيمة غير حقيقية أو قيمة أعلى من الحقيقية إذن البان افابوريشن اي بي أعلى من وذلك بسبب أنه البان مصنوع من معدن والمعدن بيكتسب حرارة وهذه الحرارة بتأدي لرفع قيمة الإفابوريشن طيب عشان أحصل قيمة الإفابوريشن الحقيقية يجب أني أضرب البان الإفابوريشن اللي حسبته بالمعادلة الرقم 3 بي سي أو كوفيشن اللي هو معامل يتراوح بين 60 إلى 80 بالمية ويعتمد على نوع المعدن المصنوع منه البان تمام بين 60 إلى 80 بالمية من الأجهزة الأخرى لقياس الإفابوريشن وهو اللايزيميتر اللايزيميتر عبارة عن حوض معدني زي ما يشايفينه الآن بيشبه خزان المياه قد يكون أسطواني وقد يكون مربع وهذا الحوض المعدني بيكون مليء بالتربة بنفس التربة بيحسب لها إفابوريشن أو ترانس بيريشن عفوا وبزرع في نفس النبات أو نفس المحصول يعني إذا كان هون مزروع قمح بزرع جوات هذا اللايزيميتر قمح بنفس السياق والآن يتم وضعه تحت سطح التربة ويتم فقط جزء المكشوف منه جزء العلوي ولاحظوا أنه متصل فيه مجموعة من السنسورز أو الحساسات وهي السنسورز بتقوم بعمليات القياس وتسجيل ورصد حركة الماء داخل هاي اللايزيميتر طبعا اللايزيميتر بيحسب كل شي ما عدا الترانس بيريشن وبالتالي منه بيحسب الترانس بيريشن يعني بيحسب كم كمية الماء التي تبخرت كووتر إفابوريشن بيحسب كم كمية الماء التي راحة انفلتريشن كم كمية الماء المتصها النباتات وبعد عملية الحسابية هاي كلياتها بيطلع من عندنا قديش قيمة الترانس بيريشن أو النتح من النبات فقط إذن اللايزيميتر بيحسب الترانس بيريشن من النباتات فقط ويتم وضعه وتثبيته داخل التربة في منطقة الدراسة ووضع في تربة ومحصول بنفس التربة والمحصول الموجود في منطقة الدراسة نأخذ مثال بسيط على pan evaporation بيحكي لك انه عندك pan evaporation وضع في حوض مائي أو payzen في الديامتر 110 سنتيمتر الانيشي depth of water كان 25 سنتيمتر بعد مرور 24 ساعة نقص الدف إلى 20 سنتيمتر المطلوب حساب pan area مساحة pan حجم الماء في pan pan evaporation والactual evaporation بافتراض الكوفيشينت 65% نشوف الآن العملية حسابية سهلة وبسيطة وتعويض مباشر لاحظوا انه pan area تساوي buy r تربيع ف3.14 مضروبة في 55 تربيع ليش 55 لانه نصف قطر قطره كاملا 110 اذا نصف القطر 55 فبالتعويض المباشر بيطلع مع الارية 9498 مربع هذه بالنسبة الارية او المساحة بينما volume of water في هذا pan حجم الماء ويساوي مساحة البان بالمتر المربع مضروبة في عمق الماء في المتر ويساوي 94% تقريبا مضروب في 25 ل25 سنتيمتر ويساوي تقريبا 0.237 متر مكعب او ما يكافئ 237 لتر بالنسبة ال evaporation from pan ويساوي depth initial 25 سنتيمتر ناقص depth final 20 سنتيمتر مقسوما على الفترة الزمنية وهي 1 day ويصدع معي 5 سنتيمتر per day تمام لو قسمت على 24 hour بيصدع معي per hour احنا ما العادي بنحسب per day تمام واذا بدك اعجاب بالمليمتر فبتضرب بعشرة فبيصدع الجواب 50 مليمتر per day في هاي الحالة تمام بالنسبة ال actual evaporation ويساوي evaporation pan اللي قمت بحسابه بخطوة رقم 3 مضروبا في pan coefficient 65% بحسب المثال ويطلع معي التبخر الحقيقي 3.25 سنتيمتر per day ولاحظ انه التبخر الحقيقي اقل من التبخر اللي هو من الحوض التبخر او pan evaporation او ما يرمز له بالرمز ep هيك بكون اوجزة الشرح ان شاء الله لقي التبخر ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة